في كلمة سيادته أمام قمة الاتحاد الإفريقي الرئيس السيسي اقترح استضافة مصر لقمة إفريقية تخصص لبحث إنشاء قوى لمكافحة الإرهاب الرئيس السيسي يسلم رئيس جدوب إفريقيا رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي الجيش السوري يعلن استعادة أكثر من 600 كم مربع في حملات العسكرية لاستعادة إفريقيا وإلى التفاصيل فمرحبا بحضرتكم أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر لاستضافة قمة إفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوى إفريقية لمكافحة الإرهاب أكد رئيس السيسي خلال كلمة سيادته في قمة الاتحاد الإفريقي أهمية المقترح من أجل تحقيق السلم والأمن في إفريقيا بتسليم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي للرئيس الجنوب إفريقي سيرير رامفوزة خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال واجتماعات الدورة العادية الثالثة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي تنتقل مصر من مقعد الرئيس إلى مقعد نائب رئيس الاتحاد بعد عام من الرئاسة المصرية للعمل الإفريقي المشترك حمل العديد من النجاحات والخطوات غير المسبوقة على صعيد تعزيز آليات السلم والأمن بالقرة السمراء أو على صعيد التكامل الاقتصادي والاندماج القري بين الدول الإفريقية فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي قد اتسمت بالزخم الشديد على جميع المستوات وفي مختلف المجالات حرصت مصر خلالها كل الحرص على الاطلاع بمسؤوليتها في حمل لواء الاتحاد بكل صدق وأمانة في المحافر الإقليمية والقرية والدولية كافة حيث لمسنا خلالها عن قرب حجم التحديات التي تواجه قارتنا الغالية وبالمقابل حجم الفرص الواعدة التي تزخر بها للتقدم والتنمية الرئيس السيسي الذي استعرض خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية التي ترأسها أكد أن الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي في عام 2019 سعت إلى ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية فقد حرصنا على تعزيز حالة السلم والأمن في إفريقيا معتمدين على ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية باعتباره استبيل الأمثل للتعامل مع أزمات القارة وفهم خصوصيات الدول والشعوب الإفريقية ولأن تطوير البنية التحتية في إفريقيا يعد أهم مرتكزات التنمية المستدامة فقد جاء نجاح الجهود القارية والمصرية بإطلاق وشيك لبرنامج تطوير البنية التحتية في القارة الإفريقية تطويجا لنجاح الجهود الرئاسية المصرية في هذا الشأن كما تكللت الجهود القارية والمصرية في هذا الشأن بالإطلاق المرتقب لخطة العمل الثانية لبرنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا 2021-2030 والتي ستعين علينا دعمها وأخص بالذكر مشروع وضع الخطة الرئيسية للربط الكهربائي القاري تمهيدا لإنشاء السوخ الإفريقية المشتركة للطاقة ومشروع محور القاهرة كيبتاون وغيرها من مشروعات ربط السكك الحديدية والطرق التي ستسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة من جانبه ثمن مسافقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الدور الكبير للرئيس السيسي خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي لعام 2019 وحسن تعامله مع القضايا القارية مؤكدا أن العام رغم تحدياته يعد عاما للإنجازات الكبرى في مجال السلم والأمن أعرف عن عظيم التقدير لفقامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للعمل الجبار الذي قام به طيلة توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي في السنة المصرمة وإنها لسانحة متميزة لأسمن عاليا طيب العمل مع فخامته وحسن تعامله معنا خدمة لقضايا القارة ولدفع مختلف مشاريعها الاستراتيجية دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية الدوليين كان أحد أهم النجاحات التي حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد نعمل عن كسب مع القيادة الأفريقية ونعمل حسيسا على تحقيق تلك الجهود سويا إن إطار السلم والأمن وتحقيقها في القارة الأفريقية وأسنع على التحاد الأفريقي على قيامه بمبادرة إسكاة البناد نعظم من عملنا المشترك لمعالجة التحديات الأمنية وجزور الأزمات السياسية التي تزعز داما في منطقتين فلقد عملنا سويا لمرافقة الأشقاء في السودان في عملية الانتقال السياسي منذ إبريل الماضي إذ أقدمت الجامعة العربية على جملة من المساعي الحميدة مع الأطراف المعنية وشارك اتحادكم في نفس الوقت في رعاية عملية وزاة بشكل أفضل إلى الاتفاق على وثائق الانتقال إلى السلطة المدنية ومن المقرر أن تتواصل أعمال واجتماعات الاتحاد الإفريقي في دورته الثالثة والثلاثين والتي تأتي تحت عنوان إسكاة البنادق نحو خلق ظروف مواتية للتنمية المستدامة في إفريقيا وذلك على مدار يومين تناقش خلالها عدة ملفات وقضايا من بينها الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب وسبل تعزيز السلم والأمن خاصة بمناطق الساحل والسحراء وتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج القري وقضايا الإصلاح المالي والإداري للاتحاد الإفريقي طوال عام كامل ترأست خلاله مصر الاتحاد الإفريقي لم تألو جهدا في تعزيز أليات العمل الإفريقي المشترك الرئيس السيسي بينما يسلم رئاسة الاتحاد لخلفه الرئيس جنوب إفريقي سرير مفوزع يعلن عن تحقيق نجاحات خلال هذا العام على صعيد تعزيز السلم والأمن والتكامل الاقتصادي والاندماج القري بين دول القرة السمراء بما يؤهل شعوب هذه القرة للانطلاق إلى غد أفضل من مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية ديس أبابا على رشوان أنين هذا وقد عاد سيادة الرئيس السيسي إلى القاهرة بعد مشاركة سيادته في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي كان الرئيس السيسي قد شارك في الجلسة الافتتاحية للقمة كما التقى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطانيو جوتارش في ثاني أيام مشاركة السيد الرئيس عبد الفتح السيسي رئيس الجمهورية في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية ديس أبابا شارك السيد الرئيس في الجلسة الافتتاحية لقمة رؤساء الدول والحكومات بمقر الاتحاد الإفريقي حيث تم إطلاق موضوع العام للاتحاد الإفريقي تحت عموان إسكات البنادق خلق ظروف مؤتية لتنمية إفريقيا موسيقى كما التقى السيد الرئيس عبد الفتح السيسي بالسكرتير العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش حيث أعرب سيادته عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة مؤكدا حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات لدعم السلم والأمن الدوليين موسيقى وفي نهاية زيارة سيادته غادر السيد الرئيس عبد الفتح السيسي أديس أبابا عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 44 دولة مصوطة فدي أغلبية هائلة في خلال الانتخابات بتمثل عودة مصر بقوة لقارتها الأفريقية ومحيطها الطبيعي ومن وجهة نظر الاتحاد الأفريقي أن هذا يؤكد اهتمام مصر بلعب دور باستمرار داخل الاتحاد لأنها كانت تتمتع بعضوية مجلس سلم والأمن بعد انتهاء ولايتها تركت المقعد الخاص بشمال الأفريقيا أحد مقاعدها إلى المغرب ثم تولت رئاسة الأحد الأفريقي وقبل نهاية الرئاسة تم عودتها إلى مجلس سلم والأمن مرة أخرى هذا بلا شك يؤكد أن مصر تلعب دور كبير ويرى الاتحاد أنها سوف تستأنف هذا الدور الهام للمساهمة في إحلال السلم والأمن في أفريقيا وحول هذا الملف الهام وللمتابعة وللمزيد من التحليل ينضم إلينا هاتفيا العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية سيادة العميد يعني بعد التحية لحضرتك بداية أهلا بحضرتك إشادة دولية في مجالات عدة خلال العام الذي تولت في مصر رئاسة التحاد الأفريقي نقلها الأمين العام للأمم المتحدة من أبرزها إرساء الأمن والسلم في إفريقيا السؤال كيف ترى هذا الدور تساقا بدور مصر المستمر في دعم لاستقرار داخل القارة وأيضا من منطلق دور مصر في مكافحة الإرهاب والتأكيد دوما من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعداد القاهرة لاستضافة قمة إفريقية لمكافحة الإرهاب لا شك أن مصر وخلال العام قامت بدور غير مسبوق والحقيقة مصر رمج بكل سقالها سواء كان في خبرتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية مصر استضافت مركز زعادة الإعمار ما بعد سراعات مصر استضافت تجمع وزراء الدفاع الدول السحل والصحراء واللي حيبدأ اجتماعاته بدأ من باكر لمدة ثلاثة أيام استضافة تدريب للقوات من دول السحل والصحراء في قاعدة محمد ناجيب المقاربة المصرية اللي ترحها الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما تعلق بالمقاربة الشاملة في مواجهة الفوال العنيفة من غير الدول والإرهاب اللي تكون أمنية فقط وتكون اجتماعية واقتصادية وليس أمنية فقط رؤية مصر لربط ما يحدث في ليبيا بالفوضى الموجودة في السحل والصحراء الحقيقة كانت مقدرة من كافة الدول الحقيقة فمصر وضعت أسس طبعا مؤتمر الأسوال للسلام والأمن والتنمية مصر وضعت أسس تجعلها تشارك في الأمن والسلم في قارة أفريقيا سواء كانت بترأس الاتحاد كما كان أو عدو الطرق كما سيستمره لمدة سنة بالإضافة لعدواتها لمجلس الأمن والسلم الأفريقي اللي حضرتك كنت تفضلي بالتعليق عليها من لحظات كل ده يجعل يعني ليس لمدة سنتين قادمين فقط ولكن على مدى يعني عمر القرى بإذن الله لأن مصر طبعا الجيش الأقوى في أفريقيا وفي المنطقة خبرة كبيرة في مكافحة إرهاب خبرة كبيرة في المقاربة المتعددة للتجمل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإصلاح الفك بالإضافة طبعا للقوة الأمنية والعسكرية التعاون المخابراتي والاستخباري والأمني مع الدول الجوار يعني كان تجربة نجحة ممكن مصر يتنقلها من خلال قوة أفريقية خاصة لمكافحة الإرهاب يكون مقرها مصر وكما وجه فخامة رئيس الدعوة للجميع بالقمة أفريقية تكون مختصة بهذا لسبب لا يخفى لأحد أن دول وخاصة دول السحل والسحراء من الهشاشة الأمنية والسياسية اللي بيجعلها عرضة أن تكون فريطة للجماعات التكفيرية والإرهابية وأن توجد موضع قدم فتنقضع الدولة الوطنية وتهدس جيرانها فبالتالي إلا ما يتم يقاف الإرهاب في مصادره بقوة قادرة على المواجهة فيكون هذا الفراغ يستغل أولا قوة أجنبية بالتواجد في القارة وهذا ضد الرؤية المصرية بالحلول الأفريقية الأفريقية للعزمات الأفريقية في عجلة سيادة العميد الحقيقة ده بياخدنا الموضوع الثقة كيف ترى الثقة لا تتمتع بها بصر داخل القارة من خلال انتخابها بأغلبية لعضوية مجلس السلم والأمن في أفريقيا لهذا العام طبعا مجلس الأمن والسلم الأفريقي ده يعادل مجلس الأمن في الأمم المتحدة فهو له آلية متابعة وتنفيذ كل ما يتعلق بالسلم والأمن الأفريقي بالنيابة على الاتحاد فده بيأكد أن مصر ستظل دائما تنتخب كدولة بإجماع كبير ده بيعكس ثقة الدول سواء في كدولة محل ثقة من الجميع كدولة حريصة على القارة الأفريقية كدولة تملك قيادة حكيمة قادرة على التصرف في ما هو الصالح القارة الأفريقية بالإضافة لإمكانيات مصر سواء اقتصاد كبير قوات مسلحة كبيرة دولة كبيرة ولها تصالات بالعالم بتوظفها لصالح القضايا الأفريقية هاتفيا سيدة العميد سامير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لحضرتك ما زلنا نتواصل مع حضرتكم في هذه النشرة المفصلة حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعمال إعادة تأهيل وتطوير ببنى المعهد القومي للأورام التابع لجماعة القاهرة والذي تضرر جراء الحادث الإرهابي والذي وقع العام الماضي استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع الذي بدأ عقب وقوع الحادث مباشرة ومن المقرر أن ينتهي في نيونيو 2020 بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه مصري تشهد المرحلة الأولى أعمال إصلاح التلافيات الداخلية بالمبنى الطبي والواجهات الداخلية والخارجية وأعمال إصلاح تلافيات الأدوار المتضررة ضمن مبنى قاعة المحاضرات إلى جانب أعمال إصلاح وتجديد منطقة الطوارئ والمدخل الرئيسي فيما تم في إطار المرحلة الثانية إزالت جميع المنشآت العشوائية الموجودة بالفنائين الشمالي والجنوبي وفق مجلس النواب في جلسة العامة على إحالة قرار رئيس الجمهورية بالشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية وجاءت الموقع في القاهرة بتاريخ الثالث والعشرين من نوفمبر 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤول الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية كما وفق المجلس على إحالة قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل فينين بمبلغ 25 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق ضي أربعة ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء نظمت وزارة الصحة والسكان قافلة طبية بمنطقة عزبة الهجانة شملت القافلة التخصصات الطبية تكافة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمواطنين بالمنطقة بالمجان سبع عشرة عيادة طبية متنقلة وصيدلية متكاملة وصيرات إسعاف تضمنت القافلة الطبية المجانية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لأهالي عزبة الهجانة تنفيذا لتوجهات الصيد الرئيس السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية القافلة الطبية تضمت ثلاث عيادات طبية للأطفال وعيادتين لكل تخصص ووحدة للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية قد ضغط والسقرة الجراحة العامة العزام المسالك أنفوزن بطنة أطفال نسا تنظيم أسرة كل التخصصات العامة القافلة دي بتقدم الكشف مجاني والعلاج مجاني القافلة دي الحد والاثنين والثلاثة لو العداد متزايدة ممكن نمد أيام تاني القافلة دي هتكون مش هي الأخيرة لا هتتكرر بإذن الله القافلة دي فيها خدمة مميزين جداً جداً أول حاجة أن احنا بنعمل قرارات عنا في الدولة فورية تاني حاجة عندنا عربية تسعاف المرضى اللي محتاجين أشاعات متقدمة زي الإشعة المقطعية والرنين أشعة الدبلر على وعية دموية أشعة الإيكو على القلب بينين أن المرضى دول مستشفياتنا يعمل الأشعة يتحجز يأخذ علاج يتعمله قرار المهم يتعمله الإجراء في المستشفى فوراً العربيات كلها متواجدة من مبارح والأدوية الطبية كلها موجودة والأشعة والمعمل والتحليل في مختلف التخصصات كما دمت القافلة سيارة إسعاف للنقل الفوري للحالات إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بل وتدخلات الجراحية العاجلة لمواطن المنطقة بالقافلة كل ما بيتكاوم عندي عدد من المواطنين اللي محتاجين الإحالة ومحتاجين العلاجة على نفقة الدولة تبقى لتعلمات الرئيس بتيجي عربيات الإسعاف بتنقلهم وتوزحهم على المستشفيات اللي تتناسب مع الاحتياج بتاحهم حوالي 6 مستشفيات في القاهرة متعاونة في الموضوع ده بحيث تغطي خدمات المواطنين الصحية المواطنين قد كده مبسوطين وحاسين بالامتنان وبأن الدولة بصت لهم أنا جيت كشفت أنه رمض وبعدين حولوني رحت جراحة كمان فأنا عندي كيس دهني في ظهري حيث أرح أعمله في المستشفى المنيرة كشفت أوعادة موية ومتحول على المستشفى الآن حالياً عشان أعمل العملية قبول واستحسان من قبل مواطني أثبت الهجانة لما يقدم لهم الرعاية طبية وعلاجية متكاملة بالمجان وبشكل مجود في التخصصات كافة كعيادة أنفو أذن التهابات في الجيوب الأنفية وحساسية زائد برضو ضعف في السمع وبعظم الحالات اللي هي بتحتاج تحويل المراجز أعلى بنحولها زي معهد السمع والكلام والعلاج ده يقضي على كل حاجة لكن أنت حالتك طبيعية من تغيير الجو والمناخ شكراً 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 شكراً